يعني وسمعت حتى من يوم ولا اثنين من احد اعيان الجنوب يعني يستغيط ويناشد الحكومات كلها لموجودة في ليبيا يقولهم يعني ادركون بلادكم استعمرت بلادكم محتلت هناك جهات اجنبية غير ليبية الآن تنتهك حرماتنا وتخرجنا من بيوتنا وتقتل وتدمر وتفعل ما تريد لماذا لا تتداركون يقول ولا نجد اذنا صاغية لا احد يسمع لنا الجنوب يعني فرط فيه المسؤولون سواء كان في الشرق ولا في الغرب وربما في الشرق كان هم متآمرين مع هذه العصابات ومع اولئي المرتزقة يعني منذ ان رحلوا القوات اللي كانت من مصراتة تحافظ على الجنوب وكذلك سرايا الدفاع لما يعني تصدت سرايا الدفاع والقوة الثالثة في الجنوب تصدوا للجحاف التي كانت تعد هناك في احد المطارات يعني اعداد كبيرة من السيرات ومن المرتزقة كان يريدون ان ينقضوا على المنطقة الغربية وفاجأوهم واحدثوا في مقترة في المرتزقة اكثر القترة كانت في المرتزقة هذا شيء مدوى وواضح وبين يعني لا احد يستطيع ان ينكره ليس في اهل سبهة ولا في الجنوب اكثره كان في هؤلاء المرتزقة الذين كانوا بيتوهم وجحفلوهم بالتعاون مع قوات المنطقة الشرقية حفتر وجماعته لانقضوا على المنطقة الغربية فاحدثوا فيهم مقترة عظيمة ماذا كان من المسؤولين في ليبيا باجمعها في الغرب وفي الشرق وفي المجلس الرئاسي وفي المجلس للدولة وكلهم يعني صاروا يبعثون بالتعازي وينكرون على هذه القوات القوة الثالثة وعلى صرع الدفاع ويدنون اعمالهم ويجرمونها تجرمونها ناسا دافوا عنكم عن حرماتكم عن حرمات اهليكم بالجنوب تجرمونهم كيف يكون هذا هل يحصل هذا من عاقب انظروا ماذا حدث بعد ذلك كان رد فعلهم لما فعلوا ما فعلوا بهذه القوات المرتزقة في ذلك الوقت في المطار انحلوا القوة الثالثة ورجعها الى مصراتة وحلوا سرايا الدفاع وتركوا المجرمين المرتزقة يصلون ويجولون في الجنوب يعني ما في احد يردحهم ولا يكلمهم خلالك الجوف بيضي واصفري هذا هو الذي سعت اليه قرارات حكوماتنا في ذلك الوقت كان الواجب عليهم ان يدعموا هذه القوات ويشكروها لانها دافعت عن اهل في الجنوب وحفظت على كرمتهم واحفظت محاولة شنيعة كانت تريد تستهدف منطقة الغرب في طرابلت بدلا من يشكروهم ويؤيدوهم ويدعموهم ويشدوا من ازرهم ويكافئون بدلا من هذا ان انتقاموا منهم وحلوهم وفرقوهم وتركوا الجنوب نهبا للمرتزقة ولله الاسف